هل كنت تتكلمي عن الوعي وزيادة الوعي وفعلا التوحد ليه نسب ومش من الحاجات الناس فاكرة ان انا هشوف شخص عنده توحد وقدر عرفه ده مش حقيقي ده نسبه متبينة جدا وفيه اطفال بيبان عليها بعد سن كبير شوية مش من سن صغير شفنا مسلسل من فترة حالة خاصة مسلسل اسمه حالة خاصة عن المحامي اللي كان عنده طيف التوحد اضطراب طيف التوحد ومن هنا بدنا نشوف الناس كتير قوي تتكلم عن التوحد وزياد عطفه معاه والامهات اللي عندها اولاد بتعاني من التوحد ابتدت تتكلم عن ان هم حابين يشوفوا الناس بيتعاملوا مع اولادهم بطريقة مختلفة اهمية القوة النعمة في تسليط الضوء على التوحد بشكل عام وتغيير المفهوم العام عنه طبعا يعني الاعلام ليه دور مهم جدا لان هو بيخش كل البيوت وبالتالي الرسالة الاعلامية بتبقى مهمة خصوصا لما بتكون الرسالة ايجابية وده من الحاجات اللي كانت مهمة ان مثلا في حريك ادي اديتي مثل بتاع مسلسل حالة خاصة مسلسل حالة خاصة كان البطل فيه لديه توحد ولكن في نفس الوقت مش مصاحب ليه عاقة زهنية فدي من الامثلة برضو اللي مهمة اللي الناس لازم تعرف مش كل شخص عنده توحد معاقة زهنية فهو كان اداءه عالي عموما يعني الشخصية بتوري شخص عنده توحد اداءه عالي ومتميز طبعا نزمة التميز في الاعاقة زيها زي في الغير معاقب وليلة يعني احب نتكلم على اثنين ونصف الالف فنفس الحكاية فهو الشخصية دي كان عنده قدرة فظيعة على استرجاع القوانين والاحداث وكده فهو كان بيجي ميزته في الشغل بتاعه خاصة كانت حلوة ان كان ساعتها اصارت كلام كتير في المجتمع والناس كلها بتادي تتكلم وبالتالي فعلا الامهات بقوا عندهم شجاعة اكتر ان هما يخرج يقولوا انا ابني عنده توحد لانه بيبقى صعب برضو على الام والاب يعني ان هما لسه هيقعد يشرح يعني ايه توحد يعني الناس بتقول اه توحد يعني عايز يعود لوحده ولأ هو مش موضوع عايز الموضوع اكبر شوية يعني هو برضو عشان نقول بعض السمات للاشخاص دي وياترابط هو التواحد هو التواحد بالوقتي بيتشخص من حاجتين مهمين ان في مشكلة في التواصل والتفاعل الاجتماعي اول حاجة في التواصل والتفاعل الاجتماعي ما بيننا زي ما حضراتكم احنا بنتكلم هي التواصل البصري وده بالنسبة لهم بيسبب مشكلة شوية مش حاجة سهلة بالنسبة لهم التواصل بصري فيه كذا سبب قالوا قالوا مثلا ان هما مقدرواش يستعملوا حستين في نفس الوقت فلو هو بيستعمل حسة السمع عشان يركز في اللحظاتك بتقوله مش هيقدر يستعمل السمع والبصر في نفس الوقت دي حاجة من الحاجات الحاجات التانية برضو غير التواصل والتفاعل الاجتماعي عندهم نماطية وتكرار حب في النماطية وتكرار بيحب الروتين في المكان في الوقت وعشان كده احنا مع اولادنا في الجامعية لما نيجي نضربه نستعمل المعينات البصرية ونعمل لهم جدول بصري بحيث ان هو يبقى عارف دايما ايه اللي هو متوقعه اللي بعده دايما بنشجع الامهات انه برضو دايبا معمول في البيت الطفل اللي يقدر يتابع يوم بيوم الطفل اللي يقدر يتابع اسبوع بحاله وبرضو لما يحصل اي تغيير لازم نفهمه نفيه تغيير لان هو حبه للروتين ممكن يسبب مشكلة لو حاجة في الروتين خرجت عن النمط اللي هو متوقعه